اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لك لأجني منك الملايين لأننا مسوقون محترفون ما شاء الله حياكم الله وبياكم جميعا طيب هلأ كما يعني في عنا عدد كبير فممكن نعمل حصص إضافية تفاعلية بالصوت لكن اعذروني فقط في البداية يا أحباب يعني سنغلقوا المايكات بعد إذنكم تسمحون لنا هل تأذنون لنا تأذنون لنا يا أحباب حياكم نأذن أو إنه خلص منخلية بس يعني أنا ديمقراطي يعني سنمارس الديمقراطية قليلا لكن يعني إذا كان هناك في ضرورة لمعارسة أو للمشاركة الصوتية سنشارك الصوت تمام فأنا سأترك المايكات لكم وأنتم قدها ها قدها وقدود خلص سأترك لكم المايكات تمام شغالي بس يعني سنحاول أن يعني نعتمد الشات موافقون صاحب الصوت الجميل أسمعني صوتك نعم موافقون يلا بإذن الله على بركة الله على بركة الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم إياكم الله يلا طيب نبدأ يقولون يقولون أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا لكن لكن الصوت يا حبايبي أقولنا الصوت يا شباب الصوت الصوت طيب طيب سأغلقوا المايكات ريجا المايكات أغلقوا المايكات من عندكم يا أحباب أنا ما بدي أستكيرها من عندي سأكل المايكات من عندكم لما بدي مشاركات تفتحوا موافقون موافقون يلا سيدي كل واحد سأكل مايك من عنده بعد إذنكم يلا لأنه يحبوا بعض الأحياني أن أسمع أصواتكم الجميل كالصوت الجميل الذي سمعته قبل قليل صوت إذاعي ملهم ملهم تمام يلا سكلوا المايكات يا شباب من عندكم الصوت واضح الصوت واضح للجميع يلا الصوت واضح والصورة واضحة تمام تمام أحسنتم أحسنتم يقولون أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا لكن العين تعشق قبل الأذن ألوانا والحس غالب للطبع ساعة حنظلا وأحيانا ريحانا في هذه الدورة هذه الدورة أعدت لكم خصيصا لتكون يعني شاملة لكل المهارات التي تحتاجونها للتعين أو توظف في كبرات الشركات العالمية طبعا هذا الأمر هذا الأمر الإيجابي لكن الأمر إن شاء الله ما فيه شيء سلبي لكن هذه الدورة تحتوي على كم هائل من المعلومات هذه الدورة المعلومات التي فيها تأخذها في الشركات على ست دورات على ست دورات شد حيلكم معي حتى بالنسبة للامتحان تواصلت مع الجامعة لأن الهدف للاستفادة الاستفادة أفضل الهدف هو الاستفادة وليس الهدف أنه ناجح ويعني نريد من الجميع أن يستفيد في هذا الموضوع تمام سأجعل لكم أسئلة تكونوا على شكل بونصات يعني ممكن تدخلوا الامتحان معكم عشرين علامة موافقوا بتكون أكتر من هاي بس بدي شعيبيات وين جماعة الشعيبيات وين جماعة الشعيبيات الحبايا بدنا شعيبيات سيدي الصوت تمام تمام الصوت والنعم والنعم بأهل أهريحة والنعم بأهل أهريحة والنعم بالجميع أحياكم الله وبإياكم تمام على رأسي والله يا أستاذ محمد دخيل عينكم أحبابي أنتم أنتم الأحباب فهذه الدورة هي شاملة لمن يريد أن يتعين يعني من يريد أن يتعين بكبرات الشركات العالمية هذه المهارات تكفيه ومن فاته ومن فاته المبادئ الأساسية يمكن أن يرجع إلى الدورة التسويق رقم واحد أو البيزيك ماركتينج عبر اليوتيوب سنعمل راح نعمل نوع من الأوفرفيو يعني من التغطية تقريبا الملخص التغطية في هذه الدورة نريد أن نحاول يعني لابد من السرد في بعض الأحيان لكن سنحاول أن نسبح يوما في علم البحث يعني أنت ترى الأرض من السماء وتارة ستجدون أنفسكم على الأرض تبايعون وتبيعون وتشترون وتعرضون وتحاولون وتجادلون أننا الناس لتبيعهم أفكاركم سلعكم توجهاتكم سياساتكم خططكم تريدون دعمهم تريدون صداقاتهم تريدون أن يلتفوا حولكم هذا اتفقنا أن هذا كله مشمول بعلم التسويق والمبادئ نفسها يعني أنا أحيانا أسوق منتجا لكن نفس الطريقة ونفس الأساليب أستخدمها لماذا لتسويق للتسويق طيب الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا أستاذ محمود الشريف تمام الدورة ساعتين يا حبيبي يا أستاذ محمد تمام نفس الأساليب نفس الأساليب تماما التي تستخدمها لتسويق منتج هي نفس الأساليب التي تستخدمها لتسويق فكرة أو حملة أو توجه أو سياسة أو خطة التسويق هو التسويق لكن السلعة ما تختلف قد تكون فكرة قد تكون منتجا قد يكون رأيا قد يكون شخصك الكريم تمام قد يكون المجتمع الذي حولك قد يكون قد تكون الدولة بأسرها فالتسويق هو التسويق سندخل في البحث كأنك طائر في السماء تستطلع الأرض لتجد طريدتك مع المزدوجات ثم تنزل إلى الأرض لتتعامل مع الناس ثم تصنع الأدوات التي تقنع الناس ثم تحلل كيف يفكر الناس وكيف ينظر الناس وتبائع الناس وتعامل الناس ومتى يغضب الناس ومتى يفرح الناس ومتى يتبعك الناس ومتى يصب عنك الناس شعر أحبه وأعشقه للسيد الشافعي رحمة الله عليه لأنه في النهاية يلخص بالنسبة لي على أقل تقدير المبادئ التي انتشر بها الإسلام نفسه وهي المبادئ المبنية على الحاجات والمنافع التي تستطيع تقديمها للناس لأننا قلنا أن العلاقات بين العباد بين الناس اللي بتكوني يا بين العباد بين الناس مبنية على المصلحة المادية وتحكمها القيمة يعني حتى ما حدي مثلا يقول أننا نبذ القيمة القيمة هي التي تساعدك بعرض منفعتك بأفضل وسيلة ممكنة يقول الشافعي الناس بالناس ما دام الوفاء بهم والسعد لا شك تارات وهبات وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات واشكر فضاء إلى صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عد الناس حاجات قد مات أقوام وما ماتت مكاريمهم وعاش أقوام وهم في الناس أم مواجه سنستخدم كثيرا الأشعار في اللغة العربية بما أننا نحاول أن نحاول أن نستعرض طولنا عمرك يا حبيبي يعني تسويق الصوت يعني العرب يتميز العرب بفراستهم عندون الأقوام بشكل عام والبيئات المريحة بشكل عام يعني الصحراء الجبال هذه البيئات تصنع الطبيعة يعني تتوأم مع الطبيعة البشرية تمام فالعرب مارسوا التسويق بأصواتهم وأشعارهم ولغتهم كثيرا جدا جدا وسنثبتها في التناغم في الأشعار وربما أقتبس من الشافعي كثيرا جدا لأن ما ميز الشافعي أنه دائما قال لك أن العلاقات إن أحسنت علاقتك بينك وبين الناس أحسنت علاقتك ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى هكذا أفهم الأمور قد أكون مخطئا لكن ألا ترونها صحيحة مظبوط سيديه إلا ما مظبوط كانوا من زمان كانوا في أيام كانوا في الصوت الصوت عندكم جميعا واضح يا أحبابي الصوت واضح واضح الصوت تمام 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 الجي عندكم من زمان يا أحبابي طول لعمركم الجي عندكم بجوز من عندكم يا أحباب طول لعمركم ماذا؟ لا أريد أن أغلقها يلا تمام تمام إذن الإنسان الدين مارس التسويق بطريقة أو بأخرى عن طريق المعاملة لذلك من الأحاديث المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين المعاملة قل لي قل لي قل لي ما تفعل ولا تقل لي ما ستفعل دعني أرى قولك بفعلك وهكذا انتشرت بالمناسبة يعني حتى ما نكون نحن عم نحكي فقط الدين الإسلامي كل الشرائع القيمية بشكل عام طبعا أولها الدين والشرائع التطويرية والتنموية والأدبية والاجتماعية انتشرت تمثيلا بنفسك لذلك في علم التسويق درسوا كثيرا دراسة شكل الإنسان وتصرفه ونظرته وكيف يفهموا الأمور لحتى نحن نطبع في النهاية ما قاله عليه الصلاة والسلام شو ألا في النهاية الدين المعاملة سنبدأ شكلت الألوان الجنس اللطيف اللي معناه في كثير من تحليل علم النفسي في هذه الدورة وكثير من دراسة الطبائع عليه الصلاة والسلام نعم وكثير من دراسة الطبائع وتحليل الشخصيات وأنماط الشخصية لكن اللي رح ندرسهم في الدورة فيه تحديدا ما هو علم النفسي التطبيقي التسويقي الذي يدرب فيه كبريات الشركات على مستوى العالم رح تتعبوا معنا بالمعلومات يعني أنا أشد على أيديكم جميعا وطبعا أوجه شكري أنا يعني لا أنسى الجامعة ولا أنسى الأستاذ ملهم ووجه شكري لهم على إصطافة هذه الدورة اعتنوا بهم معلومات هذه الدورة هي كثيفة جدا كثيرة لكن حاولوا أن تستمتعوا بها قدر الإمكان ورقم متاح للجميع لمن أراد أن يتوسع بأي بند أو ملف سواء كان رئيسيا أو كان فرعيا الألوان دورة التسويق الاحترافي الأصفر فالأحمر فالأزرق الدورة ليست للامتحان أو حتى أنا أنظر إلى الأمر كأمر شديد على نفسي أحتاج أن أدرس وأذاكر وإذا لم أذاكر سأدرس لا أريدكم أن تستمتعوا لذلك استخدمتوا اللون الأصفر لون المرح التسويق جمال التسويق في استهداف العاطفة لكن التسويق لمن حضر الدورة الماضية لكن التسويق نعم 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 مسجلة نعم لكن التسويق إذا استهدف العاطفة تحديدا جماله في استهداف العاطفة وأصوله في استهداف العاطفة لكنه إذا استهدف العاطفة ولم يؤسسها عقلا فاعلم أن المسوق يضحك عليك تمام تجار الدين تمام من تسويق إلى ماذا؟ من معنا في اللغة العربية يعطينا اسم هكي بسجع بما نحكي الشعر وسجع من تسويق إلى تسويق إلى ماذا؟ إلى تخريف من تسويق إلى تخريف تمام وضحك على الذقون دورة التسويق الاحترافي إعدادي وجمعي وأعطائي نعم وتسويف أقبلها من نعم حسنت تمام تمام طيب بحوث التسويق الآن نعتبر نفسنا أننا نحن نريد أن نستطلع أرضا لنحط عليها فسندرس أو سنأخذ دور الباحث يعني سأبحث كل شيء يهمني في الأرض حتى ماذا؟ حتى أستطيع أن أحقق أهدافي المتعلقة بماذا؟ المتعلقة باستقبال المستهلك المحتملي لمنتجي أو فكرة أو سياستي أو خطتي أو توجهي أو شخصي تمام تمام طيب حاضر 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 نعرض على كامل الصفحة لكن سنستقرض لأنه ممكن مثلا الشات شو اسمه موافقون سنعرض الباوربوينت على كامل الصفحة تمام الله يبارك فيك يا حبيبنا نعرض الباوربوينت على كل الصفحة موافقون مع الأستاذ هل توافقون؟ يا الله لأنه قد يغيبوا الشات أحيانا شوي تمام يلا أوكي تمام جميل هكذا؟ يلا بسم الله يلا بحوث التسويق مقدمة سنقول هذه المقدمة ونأسف على بعض السرد لكن لا بد من السرد أحيانا على مبدأ العين تعشق قبل الأذن أحيانا فشل المنظمات إن لم قلنا في الدورة الماضية أنه إن لم يكن لديك معلومات فأنت أضعف من في السلسلة إذا كنت أنظر من سلسلة من المنافسين لم تكن لديك معلومات فأنت أضعف من في السلسلة على الإطلاق وأنت في النهاية لا تستطيع بناء خطة على الإطلاق وأنت حتما أنت جزء من خطة الآخرين وهذا هو المبدأ الدائما الذي نقوله إن إن لم يكن لديك خطة فأنت حتما جزء من خطة الآخرين فشل المنظمات في العمل في الأسواق الدولية غالبا ما يُعزى إلى ضعف الاستعدادات وقلة المعلومات تمام؟ بحوث التسويق ما هي بحوث التسويق؟ الجمعية الأمريكية دائما طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي ملكة التسويق على مستوى العالم بالمناسبة وهم المطورون لعلم التسويق وهم يستخدمون التسويق لعلمكم في كل شيء في كل شيء على الإطلاق هي الطريقة العلمية في تجميع وتسجيل وتحليل البيانات الخاصة بمشاكل تسويق السلع والخدمات ونضيف إليها الأفكار تمام يا أحباب معلشي خلينا نستطرد الآن بعدكم نعمل حلقة تفاعلي مجانين عملاء إضافية بالاتفاق مع الجميع لكن سنحاول أن نستطرد لأنه عندنا كم هائل من المعلومات بعد إذنكم موافقون يا أحبابي بعد إذنكم من بعد إذنكم من بعد إذنكم أحباب ألبي أنتم جميعا طيب أوجه الإختلاف ما بين بحوث التسويق المحلية والدولية أدوات وأساليب بحوث التسويق الدولية لا تختلف أبدا عن المستخدمة في أدوات التحليل المحلية يعني نحن دائما نقول مثلا في النهاية المصدر والمصدر والمورد واحد بالنهاية لكن ما هو الذي يختلف؟ ما الذي يختلف بين المصدر والمورد؟ يلا خالي نعملها شوية تفاعلية ما عليش ما نعطيكم وقت زيادة لا ملف البوربوينت حسب الجامعة لا لا لن يوصل ملف البوربوينت لكن موجود باليوتيوب دائما أوكي يا سيد فاتح تمام؟ المورد والمصدر واحد في النهاية تمام؟ لكن ما الذي يفرق؟ ما الذي يفرق؟ هو طبيعة السوق المدروس تمام؟ البيئة هي التي تحدد بدقة ما هي الأدوات التي أستخدمها نعم تمام أدوات التي أستخدمها تمام؟ فأنا إن أردت مثلا أن أصدر منتجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية سأدرس سوق الأمريكي بتفاصيله وإن أردت أن أستورد مثلا منتجا من الولايات المتحدة الأمريكية سأدرس تطابق منتجي مع ما يريده الناس أو تطابق منتجي كحافز يغطي الحاجة التي موجودة لدى الناس فإذا سأبيعهم سأستطيع أن أقلب المنتج إلى كاش الله يرزقكم يرزقنا يا رب تمام ما هي المعلومات التي أحتاج إليها؟ ما هي المعلومات التي أحتاج إليها كإدارة تسويق؟ أول شيء معلومات التسويق الداخلية هل تذكرتم المثل الذي قلناه في الدورة الماضية أني كبيئة داخلية تشمل شركتي وما أستطيع التحكم به؟ والبيئة الخارجية هي الأمور الخارجة عن سيطرتي يعني أمور ما لي علاقة يعني صارت حرب مثلا تمام أكبر دولة مثلا مصدرة للكلوكوز وأنا مثلا مصنع آيس كريم مثلا توقفت عن تصديري الكلوكوز إلي لمصنعي هذه أمور خارج عن طاقتي لكن بقدر ما أكون أنا كبروفايل داخل أو كجسم داخل كمعلومات أبني عليها وأطورها لأصنع شخصية مقاومة فستكون الكماشة من الخشب وأكون أنا من الحديد لكن إن كنت أنا ضعيفا ستكون الكماشة من حديد وأنا سأكون من خشب فستطحنني في النهاية معلومات التسويق الداخلية مخابرات التسويق مخابرات التسويق بحوث التسويق واتصالات التسويق هذه مطلوبة منكم ستجيئكم في الامتحان يا الله هذا أول هدية لكم تمام ما هي المعلومات التي يحتاجوا إليها؟ معلومات التسويق الداخلية مخابرات التسويق بحوث التسويق وأيضا اتصالات التسويق أو ما نقول عنه الترويج معلومات التسويق الداخلية هي عملية المعلومات التي يتم تجميعها داخل المؤسسة على شكل تقارير من يعطيني مثال يلا اشتغلوا بالمبيعات الذين عملوا في المبيعات ما هي التقارير التي أجمعها أنا تقريبا يعني من المؤسسة يعني التي يعملون عليها في المؤسسة أكثر تقارير إيش أوكي تمام طيب الآن السلايدات توضحة للجميع أهم شيء المبيعات الشهرية أحسنت أستاذ أيمن أحسنت أحسنت مبيعات شهرية مبيعات أسبوعية الـ performance الأداء انطباع الزبائن أحسنتم أحسنتم نعم إذن هي المعلومات التي يتم تجميعها داخل المؤسسة على شكل تقارير مخابرات التسويق مخابرات التسويق مخابرات التسويق هي المعلومات التي تتدفق من البيئة الخارجية إلى المؤسسة سندرسها بالتفصيل سنأخذها بالتفصيل لكن يعني بشكل عام المعلومات وهي المعلومات كل شيء أحتاج دراسته عن منتجي حتى لا ندخل التعقيدات في الموضوع سأدرسه إذن ما هي مخابرات التسويق؟ هي المعلومات التي تتدفق من البيئة الخارجية إلى داخل المؤسسات بحوث التسويق هي المعلومات التي تهتم بدراسة الموضوعات والمشكلات التسويقية سؤال لمن حضرت دورة الماضية وأيضاً لمن فاتته الدورة الماضية ما هي البحوث في العلم التسويقي الحديث؟ تبدأ من أي مرحلة؟ من يتذكر؟ يلا الجماعة الحضروا الدورة الماضية الذين حضروا الدولة الماضية يا أحباب نعم أحسنتم 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 قبل المشروع أحسنتم قبل المشروع البحث الآن اتجاه التسويقي دراسة السوق تتم قبل المشروع تمام؟ حتى لا تتدخل المعلومات مع بعض يعني مع بعض لا أهتم كثيراً بالتفاصيل لكن سأعطيكم مثال بسيط أنا قد أعتبر أن هناك لدي مشكلة الآن نتكلم في البحث العلمي قليلاً أنا قد أعتبر من البداية أفترض أن لدي منتج وعوائق إذا تعديتها أو كسرتها في السوق فسأدخل منتج ضمن المنافسين فأعتبرها ماذا؟ أعتبرها مشكلة فأسميها بحثاً يعني الخطوات التي أقوم بها باستطاعها في السوق ماذا أسميها؟ أسميها بحثاً نظرة عامة على عملية بحوث التسويق هذا مطلوب منكم هذا السلايب بالشدة علموا عليه سجلوا طيب خطوات البحث التسويقي تحديد مشكلة البحث بالمناسبة هي نفس الخطوات البحوث العلمية المختلفة بالمناسبة تحديد مشكلة البحث لو سمحتوا يا جماعة الخير لا لو سمحتوا من يستخدم القلم؟ لو سمحتوا طيب تحديد مشكلة البحث ثانياً تحديد قيمة المعلومات يعني تحديداً تحديداً أنا أضع أهمية خاصة لكل نوع من المعلومات أستطيع جلبه من السوق يعني مثلاً أقول هذه المعلومة رئيسية يعني أبني عليها أساساً وهذه معلومة فرعية لن تؤثر كثيراً يعني مثلاً مثلاً سنعطي مثالاً بسيطاً من حياتنا العامية إذا كنت أسوق العسل مثلاً لقطاع الحلوية فوجدت أن هناك بعض الناس بعض الناس لديه نوع من الإشمئزاز من بقية طعم العسل بعد تناوله تمام؟ هذه معلومة فرعية قد ترجح قد ترجح أو قد ماذا؟ قد ترجح المعلومة الأساسية أو ماذا يكون ليس لديها أهمية أحدد قيمة المعلومات سنأخذها تحديد أنواع المعلومات أنواع المعلومات وأنواعها خطأ مطبعي تحديد أنواع المعلومات رابعاً تحديد طرق وأساليب القياس طرق وأساليب القياس ما عليش نرجع شوي للطريقة الأكاديمية خامساً ما هو المجتمع الذي سأطبق عليه دراستي؟ يعني يلا جماعة الإحصاء ماذا أقصد بهذا البند؟ المجتمع الدراسة ما هو ماذا أسميه هنا؟ ماذا سميته؟ العينة تمام؟ سادساً اختيار طرق تحليل المعلومات وأخيراً هي كتابة التقرير النهائي طبعاً لمن لديه خبرة بهذا المجال هناك شركات قائمة على فقط موضوع الأبحاث التسويقية يعني تصنع لك البحث وتبيعه مع حقوق الطبع يعني تبيعه لأكثر من عشر شركات مثلاً لكل شركة تدفع مثلاً عشر آلاف دولار أمريكي مثلاً على سبيل المثال تمام؟ طيب سنرى العينة أحسنتم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي تحياتي حياكم وإياكم تمام طيب أهداف أهداف نظام أهدافه أهدافه نظام نظام البحوث التسويقية تبرز أهمية ما هذا؟ لا أعلم طيب طيب سنعالجها بعد تبرز أهمية بحوث التسويق التي تقوم بها أجهزة التسويق من أين؟ تقدم خدمات كبيرة للإدارة في اتخاذ القرارات التسويقية ومجالات التخطيط والإستراتيجية والمزيج التسويقي والأسواق التي أريد استهدافها وما هي البرامج التي أريد أن أستهدف فيها أسواقي أو الشرائحة المعينة من السوق؟ ما هي الأدوات؟ وكيف أصممها؟ أو برامجي التي تؤهلني مثلا لإقناع الشخص أن منتجي مناسب له بطريقة أموخة؟ سواء كان قلنا سلعة، كان رأيا، كان توجها، كان نصيحة، كان حوارا حوار، مو خوار، حوارا والمنظمات الناجحة هي التي تخصص ميزانية كبيرة للقيام ببحوث التسويق للقيام بدولها في الكشف عن العملاء الحاليين والمرتقبين والمنافسين والأسواق العامة والخاصة وفهم رغبات العملاء وأيضا فتح أسواق جديدة على مستوى المنظمة بحوث التسويق تكسب المنظمة ميزات أهمها أول شيء وضع توقعات وتنبؤات أكثر دقة عن المتغيرات والعوامل التي تؤثر على الجهود التسويقية ثانيا فهم المتغيرات السوقية وأسلوب تفاعلها وطريقة التعامل معها يعني طبعا هذا ماذا نسميه في علم التخطيط جماعة التسويق ماذا نسميه المتغيرات السوقية وطريقة التعامل معها ماذا نسميه تمام تمام حاضر تمام الله يزيك الخير طيب ثواني بس لا نشوف المتغيرات السوقية ما عم تطعم عليك أوكي تمام هيك تمام تمام هيك تحويل تمام فتح مجالات جديدة فتح مجالات جديدة أمام رجال التسويق نتيجة دراسة السوق وحاجات العملاء غير المشبعة عندما أقول حاجات العملاء غير المشبعة ماذا أعني هنا ماذا أعني يعني إذا كنت الشركة لديها منتجات ولها سمعتها في السوق طيب إذا أردت أن أدرس مثلا حاجات العملاء غير المشبعة فماذا تعتقدون أن هدفي كمدير تسويق من هذه الدراسة هل هو رفع المبيعات هل هو إدخال منتج جديد هل هو رفع المبيعات هل هو إدخال منتج جديد هل هو دراسة تنافسية ماذا تعتقدون أن الإجابة الصحية إذا أنا لا ليس رفع المبيعات حاجات ليست دراسة تنافسية لكن إذا أنا درست منتجات جديدة أحسنتم السؤال قلت أنه إذا وجدتم شركة تبحث في استبياناتها وتحليلاتها ودخل وعينت مثلا الساتذة جامعة في علم الإجتماع ليحاولوا صيد الحاجات الغير مشبعة لدى الناس فماذا تتوقعون أن هذه الشركة ستفعل في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر القادمة ستدخل منتجات أخرى تمام؟ كالإستبيانات مثلا مثلا ستدخل منتجات جديدة يعني مثلا مثلا نعطيكم مثال بسيط شركة هواوي هواوي معروفة شركة هواوي تمام؟ شركة هواوي كلها تم نعرفها تعرفوها شركة هواوي؟ أوكي تمام تعرفوا شو عملت شركة هواوي؟ صارت تدرس صارت تدرس أنه تسأل الناس بطريقة أو بأخرى ماذا تتمنى في منتجك الجديد؟ لاحظوا شو عملوا بعضهم تكلم عن السعر عن السعر تمام؟ بعضهم تتكلم عن السعر بعضهم تتكلم عن السعر مع الاحتفاظ بمنتجات أو ميزات إضافية في الهاتف بعضهم تتكلم مثلا إنه أتمنى أن أحصل على علنا طبعا تتكلم أنه أتمنى أن أحصل على مثلا الميزات موجودة بالآيفون وموجودة بالسامسونج لكن السعر ليس بمتناول الجميع بعضهم قال طبعا هم تجاوزوا أستاذ خليل تجاوزوا موضوع النظام الجديد يعني كل الهوبر هاي اللي صارت أنه مشان أندرويد وما أندرويد وكذا تتكلم عن الصين في النهاية المهم ليس موضوعنا بعضهم تكلم أن منتجات سامسونج يعني شافوا أن منتجات سامسونج مثلا كثير منها مع غلائها لكنه لا يعمر طويلا لا يعمر طويلا صحيح أو لا؟ السامسونج بشكل عام من لديه سامسونج؟ السامسونج مع جمال منتجاته لكن مثلا شاشته لا تعمر طويلا فصنعوا بعض الهواتف الجبارة من ناحية مقاومتها للحرارة مقاومتها للصدمات وهكذا بدأوا يخترقون السوق يقولون لدينا نفس المميزات بأسعار أقل ولكن أيضا مع عيش طويل للجهاز الذي بين يديك هكذا اخترقوا السوق بالمناصمة هكذا اخترقوا السوق أيضا تحويل قرارات الإدارة من المخاطرة إلى المخاطرة المحسوبة طيب ماذا أعني بهذا الكلام؟ ماذا أعني بهذا الكلام؟ عندما أقول من المخاطرة إلى المخاطرة المحسوبة ماذا أعني بهذا الكلام؟ من يشاركني؟ من يشاركني رأيا؟ ماذا أعني انتقال من المخاطرة الغير محسوبة إلى المخاطرة المحسوبة؟ يعني أنا لم أضع خياراً ثالثاً بالمناسبة مدروسة أحسنت أحسنت لكن لاحظوا أنه طبعاً يعني لا يوجد شيء من غير مخاطر يعني هذا الذي أريد إيصاله لا يوجد شيء أبداً من غير مخاطر لا يوجد شيء من غير مخاطر لكن ما أفعله بالمسوق برابو أحسنت لذلك في التخطيط هناك الخطة ألف والخطة باء والخطة جيم والخطة دال على مستوى على حسب اعتراف المنظمة تمام؟ لكن لا يوجد شيء من غير مخاطر هذا الهدف الذي أريد قوله يعني لا يوجد ما في شيء اسمه أنا راح أربح مية في المية بس في شيء اسمه أنه أنا أستطيع ابتكار أفضل الأفكار التي تساعدك في تحقيق أهدافك لكن أنه أنا سأربح ماء في الماء أو سأتربع وعرش السوق ماء في الماء من يقول هذا الكلام؟ نصار طيب التقليل من أسلوب التخميني والنظرة الشخصية نظراً لاعتمادها على الأسلوب العلمي في دراسة الموضوعات والمشكلات التسويقية والانتقال إلى مرحلة التأكد البحث العلمي ما دخل البحث في شيء إلا زانه أنا أحب الإستنباط ما دخل العلم في معنى ناس من دارسين شريعة الكرام ماذا يسمى هذا الاسلوب؟ ماذا يسمى هذا الاسلوب؟ كم نسبة الشيء الذي ربحه بدون مخاطرة بشكل تقريبي؟ صفر يعني أعطيك مثال بسيط سؤال جيد معلش سأجيبه قال يقول الأستاذ محمد الشيخ كم نسبة الشيء الذي ربحه بدون مخاطرة؟ أليس هذا سؤالك؟ هذا سؤالك يا حبيبنا هذا السؤال؟ طيب صفر بكل بساطة قلنا أنه أنا لدي أنا أستطيع أن أتحكم في بيئة الداخلية يعني أنا أستطيع أن أتحكم في مصاريف الدعائية في مندوبيني في تدريبهم في رأس مالي في تصميم منتجاتي في أنواع منتجاتي في مميزات منتجاتي في طريقة عرض منتجاتي في طريقة إيصال منتجاتي في طريقة الأفكار التي أشيدها مثلا أو أنشئها لإقناع المستهلك أن منتجاتي هي من بين أفضل المنتجات في السوق لكن هناك بيئة خارجية لا أستطيع التحكم في هذا أقل جواب يعني مثلا 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 كورونا خلنا نأخذ النظر الواقعي كورونا حد يتوقع للإنصار؟ يعني حد يتوقع يعني حد يمختص معنا توقع مثلا الإنصار بسبب كورونا؟ ما حد يتوقع طيب هل لدي قوة أستطيع مثلا أن أقاوم مثلا فيها المشاكل التي ترتبت مثلا عن عدم وصول المواد الأولية من بلاد تصنيعها إلي كمصنع بسبب الكورونا؟ ما حد يتوقع فلذلك في النهاية يعني على أقل التقدير لو أنت كنت توب عوامل خارجية لو أنت كنت توب من الداخل يعني أنا الذي علي فعله كمسوق أن أقدم أفضل ما عندي فكرا أولا لأكون كبروفايل داخلي أو كمركز الدائرة أكون حديدة مقابل خشبة أو خشب عريض أو فوله يعني أستطيع مقاومة الأحداث التي يمكن أن نتعرض لها في المستقبل بقدر الإمكان اعتمادا أولا على ماذا؟ على الفكر السيلي تمام؟ المخ ولا العضلات؟ يلا تعالوا 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 كده نتكلم شوية خلاص يا عمي إحنا عرفنا من الجامعة ولسه بتسرد لي قاعد المخ ولا العضلات يلا المخ الله 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 معنا أينشتاين أهلا وسهلا المخ ولا العقل العقل تمام؟ العقل أولا العقل أولا لكن وأيضا لأننا عندما نتكلم في مبادئ فالمبادئ لا تخالف بعضها أبدا لذلك نقول ونعلم التصويق هو هبة العلوم جميعا ألا يقولون أن الحق يجب أن يؤازر بقوة؟ يقولون ولم يقولون يا متعلمين يبتوع المدارس بقولوا كده ولا لأ؟ أيوجد حق لا يحتاج إلى قوة لتأييده؟ الله سكتوا ليه؟ يقولون الله الله أكبر الله تمام؟ إذن في النهاية لكن الأساس عقل من عندك بيكون حبيبنا من عندك من عندك كغالي الصوت آيفون أحيانا الزوم أحيانا يا شباب يا جماعة أقولوا لكل حبيبكم وكل الأحيانا الزوم بيعمل نشاكل مع بعض الأنواع الموبايلات تمام؟ المخو ثم العضلات المخو ثم العضلات طيب يا عمي أنت حتدخل علم الاجتماع والثقافة خلصنا أقول لي حاجة بالتسويق أقول لك حاجة بالتسويق أبشر أنا عندما أخطط التخطيط وهو عملية في مجمله فكرة لكن أدوات تحقيق القوة ما هي؟ عضلات أدوات تحقيق الخطة ما هي؟ سمعونا فتكتبوش ليه؟ بتقولوا حاجة ما هي أدوات تحقيق الخطة؟ عضلات أدوات التخطيط هي العقل أدوات تحقيق الخطة هي العضلات أشكرك العقل السليم في الجسم السليم تمام مجالات البحوث التسويقية يمكن هذا عالجناه شوي في الدورة الأولانية لكن هنا سندخل تمهيداً بطريقة أو بأخرى أول شيء بحوث المستهلك أول شيء بحوث المستهلك هدف هذه البحوث هدف هذه البحوث هدف هذه البحوث توفير المعلومات عن خصائص المستهلكين المتمثلة حطوا خط تحتها يلا السؤال مجاني هذا هذا السؤال سيجيكم في الابتحان الجنس العمر مستوى الدخل المهنة الحالة الاجتماعية والتوزيع الجغرافي سنعيدها يا الجماعة اللي بدون نشتغلوا في الجانب البحثي في الشركات سجلوها المعلومات عن خصائص المستهلكين الجنس العمر مستوى الدخل المهنة الحالة الاجتماعية لو سمحت من أنت آه أنت بتساعدني كده خلاص إذا كنت بتساعدني أنا حسامحك من اللي بيشخمت الله أنتو حتزعلوني منكم من ده اللي آه أوكي أنت بتساعدني كده حاول أن تخرج وندخل طيب المشكلة ما عم يطلع معي ما عم يطلع معي ما عم يطلع معي حاولت ما مش الحال من عالجة إن شاء الله أوكي ما عم يطلع معي حاولت ما طلع ما عم يطلع معي ما عم يطلع معي طيب وتوزيعهم الجغرافي طيب فضلا عن المعلومات الخاصة بسلوكيات الشراء المتمثلة بالعادات والدوافع ونمط الاستخدام هذه مطلوبة منكم مطلوبة منكم إذن المعلومات عن خصائص المستهلكين ما هي الجنس العمر مستوى الدخل المهنة الحالة الاجتماعية التوزيع الجغرافي لكل واحد من هذه المقاييس أو من هذه الإسقاطات أو المعايير اللي تحبوا تسموها سموها ما فيش مشكلة فضلا أيضا عن المعلومات الخاصة بيشتروا ازاي بتشتري الشوكولاتة لما بتشوف الدعاية واحدة عاملة كده مثلا ولا بتشتري الشوكولاتة مثلا للحلقة شلون بيشتروا الشوكولاتة مثلا أو لأنه صاحبتها والله يا أنا بص يا أنا مبارح اشتريت الشوكولاتة حتكلي صوابعك وراها شو الطريقة شو السلوك كيف يفكرون ويتوجهون تمام تمام كيف يتوجهون لقرار أو يبدأون القرارة في الشراء أو ما هي الأدوات التي تغرين بغضر بغضر النظر طيب فضلا عن المعلومات الخاصة سلوكيات الشراء المتمثلة بالعادات والدوافع ونمط الاستخدام كيف يستخدمون المنتج تمام يلا كويس هاي فوق ما لا علاقات أوكي يلا هاي خربوط دل وإفل كده سيلا حاول عالشكم مياه بعدين بحوث المشتهلك أيضا تتناول بالصفة خاصة الكشف عن فرص البيع واختيار المنتجات الجديدة والتعرف على أراء المستهلكين المحتملين قبل المشروع لذلك أضفنا هنا أداة احترافية كمان إذا أتقنتموها تستطيعون يعني قد تطلبكم الشركات وأيضا هذا عمل خاص بكثير من الشركات بالمناسبة يدفعون لك على الاستبيان الواحد تقبض على الاستبيان الواحد بشرط أن يحقق الاستبيان شروطه مثلا والتعرف على آراء المستهلكين المحتملين قبل المشروع بإنتاجها على انطاق واسع وبذلك وهنا الأمر المهم تقل المخاطر لا تزول المخاطر تقل المخاطر سأعيد لا تزول المخاطر تقل المخاطر التي يحتمل أن تواجه المنتج فيعمل على تلافي النقص والعيوب سأسرد أنا آسف النقص والعيوب وإجراء التعديلات اللازمة إن احتجنا إليها مما يوفر الكثير من النفقات والوقت والجهد الذي يبذل لإنتاج منتج قد لا يلقى قبولة من المستهلكين المرتقبين بحوث الترويز إجراء كده أنت لازق لي كده الله إلا الدم غدين بحوث الترويز يتكون هذا النوع من البحوث من بحوث الإعلان بشكل عام يعني أنا أيضاً أيضاً أبحث مثلاً كيف يعني كيف مثلاً عندما ندرس دراسة تنافسية وكمان قلناها إذا تذكرتم في الدورة الماضية بكل بساطة كيف اخترق المنافسون السوق كيف كانت إعلاناتهم كيف تقبلهم الناس كيف رفعهم الناس كيف تبنتهم الناس كيف تطوروا وانطلقوا وسادوا تمام إذن هذا النوع من البحوث بحوث الإعلام تهدف إلى توفير المعلومات الخاصة وأنواع الإعلانات والوسائل المستخدمة في الإعلان وتصميم الرسائل الإعلانية ووقت الإعلان المناسب وتكلفته ومدى ملاءمة آه أوكي في سؤال يريد تعطينا فكرة عن التسويق الذاتي أي كيف أسوق لذاتي بداية يعني على هامش الدورة بعد إذنك تكرم 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 عينك تكرم عينك طبعا يعني إن شاء الله الدورات القادمة ستكون تخصصية من ضمنها تسويق النخبة تسويق النخبة يا سيد محمد إذا كنت تعني هذا الشيء هل تعني هذا تسويق النخبة تسويق النخبة هذه دورة منفصلة تمام سنعالج فيها طبقات الصوت والمنظر والمظهر والجلوس وطريقة الكلام وطريقة الافتتاح سنعالج فيه طريقة الكتابة طريقة الإلقاء وطبعا هذه الدورة الأفضل أن تكون فايس تفيس يعني لكن هذه الظروف تكرم عينك وإذا احتجت إلى أي شيء بهالمعلومات لعيونك حبيبي لعيونك حاضر بأمرك تكرم وتصميم الرسائل الإعلانية ووقت الإعلان وتكلفته ومدى ملاءمة الإعلان مع طبيعة السلعة المعلن عنها والطرق المختلفة لتنشيط المبيعات وكيفية إقامة علاقات عامة وطرق البيع الشخصي أيضا في نفس مجال نشاط المنظمة أو الشركة أو المؤسسة أو أبيع نفسي إزاي ما أبيع بين مزدواجة أبيع نفسي مش يعني أنبطح الله أنت فينا والله مش حكلم في السياسة والله مش حكلم الله يبارك فيك حبيب الألب أبيع نفسي مش يعني أنبطح تمام أبيع رأي أبيع رأي تمام بحوث البيع تنصب هذه البحوث على بيئة المعلومات الخاصة برجال البيع بحوث البيع تنصب على هذه على ماذا على البحوث الخاصة بالبيع انتبهوا على هذه طبعا هذه العبارة اخترت من بين تقريبا خمسين عبارة ومؤهلاتهم سأعيدها ومؤهلاتهم سأعيدها ومؤهلاتهم شهاداتهم لا تدريبهم تدريبهم تمام تدريبهم والاعتناء بهم تعليمياً وتثقيفياً وأداءً مؤهلاتهم طبعاً عادةً عادةً نحن عندما طبعاً ليس مجالنا مجالهم كبير جداً إن أردنا أن نتكلم به لكن ما أعني عادةً الشركة تطلب مؤهلك حتى يعني شركة عندها مثلاً ألف واحد بتقدموا على انتربيو لحتى نعرف شو أهمية المؤهلات يعني شو أهمية الشهادات تمام؟ أنا في قاعدة عندنا طبعاً أنا كنت أسمعها من كثير من المدراء لو قاني واحد يا حبيبي معاه شهادة من هارفر أقول له يا حبيبي حتدقل السوق ده أقول له روح لف بشهادة هارفر بتاعك صندوش تفليفل أو طعمية في أحد معنا من مصر هون تمام؟ قدراتهم رابو أحسن في أحد معنا من أخوان المصريين في أحد معنا من مصر الحبيبة معظمكم في تركيا الحبيبة من من السعودية من من الخليج؟ تمام؟ تمام؟ حياكم الله حياكم الله حياكم وبياكم أهلا وسهلا بأهل إذلك أهلا وسهلا بأهل السعودي أهلا وسهلا بأهل سوريا الأحباب حياكم الله أهلا وسهلا بأهل سوريا الأحباب أهلا بأهل اليمن حياكم الله نعم أنا سوري حبيبنا أنا من سوريا والنعم أهلا بأهل العراق أهلا أهلا أهلهم بالحماصني والله أهلا بأهل الموريتانيا سننشئ قروب أهلا بحماتة وإدلبة أهلا بالعربي جميعا أهلا بالأحباب حياكم الله وإياكم سننشئ قروب نتعرف فيه على بعضنا بإذن الله سبحانه وتعالى نورتونا نورتونا طيب إذن البحوث البيع تنصب على هذه البحوث على بيئة المعلومات الخاصة برجال البيع ومؤهلاتهم والمهام الملقاة على عاتقهم وكيفا آتيهم بحوث أيضا لدي شيء أسميه بحوث منافذ التوزيع طبعا نحن في الدورة الماضية لمن حضر في الدورة الماضية تكلمنا تقريبا بشكل تمهيدي عن البحوث هنا نتعمق بها بحوث منافذ التوزيع تهدف إلى توفير المعلومات عن منافذ التوزيع التي يجب أن تعتمد عليها المنظمة يعني ما هي أنسب المناسب ما أنسبوا وسائل ومنافذ التوزيع التي علي مثلا أن أتبعها أو أتوجه إليها حتى مثلا حتى لا ينقطع منتجي من السوق مثلا حتى أحقق القاعدة رقم واحد في البيع ما هي ما هي القاعدة رقم واحد في البيع الانتشار ما هي الانتشار أنت عايز تاخد رتب عالي وتنم في البيت لا يا حبيبي أنا أدخل على أي بآلة ولازم ألقي الصنف بتاعي على الرب ما ليش علاقة تدخنه زي يا حبيبي أزبط نفسك أنا عايز أشوف صنفي على كل الرفوف المسته تافى مسبقا في خطة معدة مدروسة بكفاءة بحوث التكاليف التسويقية تهدف إلى حصر التكاليف التسويقية المباشرة وغير المباشرة وخاصة للحملات الترويجية لتحيد أو لتؤدي أو لتعطينا مدى كفاءة هذه الحملات من حيث مقابلة التكاليف بالإيرادات الناتجة عن هذه الحملات يعني هذه المصاريف قبل أن أصرف وأدرسها هل هذه المصاريف التي سأصرفها سواء إعلانا سواء رجال بيعين سواء موظفون سواء بالهاتف سواء بالإيميل سواء بإعلانات طرقات تمام سواء بالإعلانات عند الإشارات مثلا سواء بالإعلانات التلفزيونية المباشرة الموجهة مثلا ما المتوقع من الإيرادات لهذه الوسائل التي أصرف عليها ترويجيا هذا ملخص هذا هو الملخص يعني أنا بالنسبة لكم لمن أراد أن شريحة يعتمد عليها لهذه الشريحة مجالات بحوث التسويق بحوث المنتج بحوث العبوة والغلاء بحوث دوافع الشراء أنت تشتري الشوكولطة ليه؟ أنت تشتري الشمطة دي ليه؟ عشان عشان الممثلة اشترتها بحوث عادات الشراء دوافع الشراء عادات الشراء بحوث المبيعات تحليل المبيعات تنظيم خطوط سير رجال البيع اختيار الوسطى شركات الأدوية من عمل مندوباً في شركة أدوية؟ يلا من عمل طبعاً التفصيل الأستاذ الأستاذ سأل أنه نفصل في بحوث العبوة والغلاء حبايبنا هذه إن شاء الله في إدارة المنتجات سنتكلم بها بشكل عام لكن سنعطي أمثلة كثيرة ولا يهمك ولا يهمك رح يجينا علم الألوان والتصاميم وغيرها ورح يجينا الرسالة الدعائية واختيار الاسم سنتكلم بها كثيراً نعم الأستاذ مازين كان عندي مسوئة طيب تكرم تكرم أوكي؟ تمام؟ إذن إذن اختيار الوسطى واختيار أفضل منافذ البيع مثلاً طبعاً الموسى بشكل عام سندرس عملية البيع والترويج البيع لكن أفضل شيء هو الانتشار يعني مسبقاً أضعوا في بالي أنه الذي يجب أن أصل إلى مرحلة أنه منتجي على الأقل متواجد في كل كذا متر مربع من المدينة تمام؟ لماذا؟ بمعالجتي كم نسبة البصر في عملية الاتصال؟ يلا هل يحب علوم الاتصال الذين أخذوا علوم الاتصال كم نسبة تأثيري البصل؟ البصل البصر أنا آسف بس ظهر أنا ما تغديت يعني جوعانا أنا أحب هيك أطوع البصلي مع شوية حمص حلافل هيك آسف البصر البصر ما نسبة البصر؟ خمسون وخمسون خمسون وخمسون في المئة على ألبك يا رب خمسون وخمسون في المئة أكثر من خمسين في المئة من يزيد؟ إيه يا حبيبي أحنا بنعمل بزاد هنا أو لا؟ يلا نسبة البصر على الأقل على أقل التقدير كمعدل السلس على أقل التقدير معدل السلس أقل تقدير طبعاً هناك دراسات تقول أن الصوت مثلاً يمثله حوالي 35-37% لكن هي تختلف بالنسبة للمألمات الشخصية لكن هذا ليس موضوعنا لكن أنا عندما أتوجه للسوق حتى أخرج من هذه النسب بشكل عام أقول أنا أريد أن أوفر منتجي بكفاءة بصرية قدرها 30% كفاءة مثلاً يسمع الناس عن منتجي بكفاءة مثلاً قدرها 30% ويحس الناس يعني إحساس الناس بشكل عام بمنتجي بكفاءة قدرها يعني ثلث بثلث بثلث تمام بحوث الإعلان بحوث النقل والتخزين وبحوث الترويج هذه مطلوبة منكم تمام البحوث التسويقية لها أنواع معلش المخاربة اليوم فيها سردون كثير سنتحمل بعضنا لكن أعدكم أن تكون إن شاء الله الأيام القادمة ممتعة لكم للجميع طيب البحوث الاستطلاعية تقوم على فكرة جمع البيانات يعني عندنا ثلاث أنواع منها رئيسية لماذا؟ للبحوث التسويقية هنا عم بيحكي من ناحية الأداء من ناحية إيش؟ من ناحية الأداء البحوث الاستطلاعية تمام؟ تقوم على فكرة جمع البيانات عن طريق ملاحظة الأشخاص والمجموعات ذات العلاقة في مواقع عمليتي في مواقع عملية واستطلاعي يعني مواقع العملية؟ يعني مؤثرون بطريقة أو بأخرى بائعون مشترون إعلاميون مستهلكون بكميات كبيرة للمنتج في مواقع عملية واستطلاع آرائهم وملاحظاتهم في الموضوع الذي يجري البحث عنه مثال قيام الباحثين بالخطوط والوكالات لإحدى المنظمات بالتجوال مثلا حول المطارات ومكاتب الخطوط الجوية الخاصة بالسفر وتسجيل المعلومات عن آراء المسافرين حول مختلف شركات النقل كما يمكن للباحثين أيضا السفر على متن الخطوط الجوية التي أريد بحثها أو تقييمها وملاحظة واستطلاع المسافرين حول آرائهم بالخدمة المقدمة لهم البحوث الوصفية البحوث الوصفية إذن قلنا أولا البحوث الاستطلاعية البحوث الوصفية تعتمد هذه البحوث على وصف الأحداث من خلال التكرار ماذا؟ ماذا؟ من خلال من خلال التكرار الذي تحدث فيه الظاهرة التسويقية ومدى ارتباطها بالمتغيرات الأخرى ندخل قليلا للموضوع البحث الأكاديمي ويعتبر المسح الميداني هو أكثر طرق البحث المستخدمة في استنباط البيانات المطلوبة والخطورة في هذا الموضوع هو عدم واقعية الإجابة من قبل المستجيبين حيث قد يترك ذلك أثرا يتأسف على الخطأ اللغوي يتركوا حتى قد يترك ذلك أثرا سلبيا لا مبررة له لماذا؟ لأن هناك بعض الميني اللي طيب ليش أنا البحوث الوصفية بشكل عام يعني قلنا أنه المسح الميداني أحيانا أحيانا قد يترك أثر سلبي ليس له داعي عند الناس لماذا؟ لماذا؟ من يشرح لي؟ يلا يلا نعمل حاضر طيب تكرم عينكم حاضر طيب موافقون تعملوا استراحة خمس دقائق موافقون جميعا تمام طيب تاخدوا طيب حاضر بأمركم بأمركم بس أجيب على سأجيبه على هذا السؤال سأجيبه على هذا السؤال المشكلة يعني عادة عادة في كثير من الأمور في العادة في المسح الميداني في المسح الميداني عندما أمسح أضطروا أحيانا في ناس يعني الناس تختلف في تقاليدها وعاداتها انتبهوا عليه تأثير العادات والتقاليد يعني هذا الموضوع في المجتمعات خلنا نقول المحافظة المحافظات يعني خطورته أكبر مثلا منتجعات الله لأنه فيه التقاليد تختلف طريقة تفكير الناس تختلف تمام في كثير من الأحيان أضطر أنه أدخل فيه يعتبرها المسؤول المسؤول يعتبر سؤالي الاستطلاعي دخولهم فيه خصوصيته هذا هو الجواب تمام كنا مثلا نسأل صاحب محل عندك قدرة تأمين كمية من هذا المنتج بفكر أنه إذا عنده قدرة نترك التعامل معه ومجرد سؤال حلو جميل 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 وافق معك سالقليل أحسن تقريبا يعني أحيانا هناك أسئلة مثلا يعتبرها مثلا حتى على مستوى الأداء المهني يعني مثلا في مجتمعاتنا خلنحكي على مستوى سوريا مثلا يعني مثلا حارة كبرى يعني خلنحكي مثلا عندكم أخي بلاد إيه مثلا حارة كبرى مثلا فيها ثلاث سوبر ماركت كبار تمام إذا سألت شوف سألت سؤال واحد مثلا هذا سألته كم قدرتك البيعية في اليوم كل واحد منهم لديه عائق لهذا السؤال وصل وصل فكروا فيها يلا فكروا فيها تحب أن أخذ بونس هاي كل واحد منهم عم نحكي مثلا عم نحكي أنه مثلا في مثلا المدينة في ثلاث سوبر ماركتات كبيرة في الحي في حي واحد فسأسأله سؤالا أقول حقي لأنه أنا أريد أن أعرف كم أستطيع يعني ما هو الحد الأقصى الذي أستطيع أن أخرج منه أربع من هذا ممكن كمان ممكن يتفكر الضراهب بشكل عام براو عليه ممكن في بعض الناس لديهم نظرية المؤامرة في بعض الناس لديهم نظرية المؤامرة يقولوا أيوة ده حيمسك علي مشكلة ويقل مندوب يقول لي دخلي منتقي وإلا أنا حعرض منتجاتك أو معلوماتك للناس بيخافوا من الحسد مثلا يعني كل واحد منهم سيفهم هذا السؤال بطريقة مختلفة مع أنه هذه أحيانا السبب وراء هذا السؤال قد يكون سر في نجاحك تسليقيا تمام أوكي طيب خدوا بريك يا أحبابي رح أخلي الشاشة خدوا بريك خمس دقائق بكفيكم ألا بيكون عشرة عشرة دقائق مناسب لكم جميعا تأخذوا عشرة أو خمسة يا شباب يا أحباب تأخذوا طيب طيب خمس دقائق أستاذ حمزة طيب يلا لا شو خمسة واربعين دقيقة معناتها ما حبيتنا أستاذ أنت يا عبد المجيد خلص أنا رايح نام يا حمزة تكتاقط خمسة واربعين دقيقة يعني ما حبيتنا يا أخي الله يسامحكم أخذ عينك يا أحمد يا سرحان الله يشرح عنك يا رب يشرح هيك يشرح فؤادك تمام طيب سنقسم سنقسم الدخيل عينك الأستاذ حسن انظروا إلى الدبلوماسيين لك لك عنا دبلوماسيين يا عمي شوفوا الأستاذ حسن دخيل ربك أنت شكلك متواصل مبدع سبعة ونص سأتفق مع الأستاذ حسن معكم سبعة ونص دقيقة بالضبط يلا أحبايب أنتم الله يفتح عليكم عم يمزح معكم على رأسي يلا 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 سبع دقائق سبع دقائق سبع دقائق يلا سبع دقائق أرحبا يا قوم كيف حالكم كم مضى من الوقت أهلا وسهلا أهلا وغلق مراحب أهلا بالأحباب والله يا عمي ما قدرتش أبعد عنكم كتير ما قدرتش أبعد عنكم كتير يا عمي معلش 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 يا أحباب يلا أوكي طيب يلا طيب يلا بسم الله أوكي طيب طيب حتى حتى يجتمع الجميع وحتى نمهد للشخصيات وكيفية التعامل معها وعلم الخوار أعفون الحوار وقبل أن نتكلم في الاتجاه المباكس المشأ أعفون المعاكس وكيف تقبل الرأي الآخر بيت الشعر الذي يقول ده من عندي حقوقه الطبعي مفضوحة محفوظة لا خلاص قدوا راحتكم ها الشعر يقول يقول الشاعر اللي هو أنا شو بقول ما أنا شاعر لكنها محاولتهم وحاولوا أن أظهر فيها ك يقول العين أو الأزن والله نسيت الأزن تعشق قبل العين أحيانا والعين تعشق قبل الأذن ألوانا والحس تارة حنظل وتارة ريحانا مين حسي هون يلا أبل ما يجو الشباب والصبايا مين حسي مين هون كتير هيك شو اسمه حسي وين البصريين الله 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 سأقرأ سأقرأ الشعر سأقرأ الشعر الله 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 كلام كبير كتير هيك ما بقدر سماعي تمام تمام سنتكلم كثيرا في هذه الأمور إن شاء الله بس بدكم ها هو أيوة فرح بصرية يا لطيف أحلى ناس البصرية أبزح يا لطيف يا لطيف لا والله أحلى ناس تمام أوكي تمام شو هالشعر الجميل والله أنت شاعر أنت شاعر فارس يا أستاذ محمد البكور ما شاء الله ما بقدر أنا هيك ما بقدر أنا زالي عاطفي زبر هذا الشعر تلعيني ببقي على مباشرة يا أخي ما شاء الله الله حياك الله حياك الله حياك بإدرب عينها أضعت بوصلتي أنتو حتى تقلبوها غزل يا خليكم معنا الله خليكم يلا طيب الله 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 يلا متابع بسم الله طيب تستخدم تستخدم انتبهوا علي هون الإجابة أنه أحيانا لماذا 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 أيوة محمد فضل ماذا تريد يا حبيبنا يلا تفضل ممكن نرجع حاضر تكرم سنعود إلى البحوث الاستطلاعية البحوث الاستطلاعية تقوم على فكرة جمع البيانات عن طريق ملاحظة الأشخاص تمام بصريا ماذا يفعلون تمام كيف ينظرون كيف ينتبهون ماذا يقولون وما هو إحساسهم كيف يستلي يتكلمون ويعبرون عندما يتحدثون عن المنتج تمام تقوم على فكرة جمع البيانات عن طريق ملاحظة الأشخاص والمجموعات ذات العلاقة في مواقع عملية تمام واحد طل وقت نايم وأنا عايز بيعون عملية مراجعون حول العيادات العصبية مثلا واستطلاع آرائهم وملاحظاتهم في الموضوع الذي يجري البحث فيه مثال ذلك القيام الباحثين بالخطوط والوكالات لإحدى المنظمات بالتجوال انتبهوا عليها سأعطيكم طريقة طبعا العاملون في المجال البحث الإحصائي يعرفون هذا الأمر جيدا انتبهوا كيف كيف كتبت هذه الجمل هذه الجمل يقولون يقول أنه بالتجوال حول المطارات ومكاتب الخطوط الجوية يعني أنا لا يكفي أن أعمل عندما أعمل بحثا معينا يجب أن أجد أن أجد أين نقطات نقاط الانطلاق التي ينطلق منها الناس إلى المطارات أكون موجودا لأجمع المعلومات كيف يتحركون إلى المطارات أكون موجودا لأجمع المعلومات ما هي التكاليف التي يدفعونها مثلا للوصول ما هي الوسائل التي يعرضها عليها المكاتب مثلا ما رضاهم عن هذه الوسائل أجمع هذه المعلومات فهذا يسمى البحث الشامل بشكل عام ومكاتب الخطوط الجوية الخاصة بالسفر وتسجيل المعلومات عن أراء المسافرين حول مختلف شركات النقل كما يمكن للباحثين السفر وعلامات الخطوط الجوية كمان يعني أنا أريد أن أقيم كيف كيف الناس مثلا في الخطوط الجوية الفلانية يجلسون أصيدوا كلمة مثلا جيدة نتكلمون مثلا عن تعامل المضيفات عن تعامل مثلا الفريق الطيران الكابتن إلى آخر أي شيء سلبي أسجله أي شيء نجابي أسجله تمام تمام حبيبنا حياك الله بإياك طيب الأستاذ حمزة يقول سألت سؤالا هل ممكن أن تعيده يا أستاذي أعده لو سمحت أعده حبيبنا أعد السؤال أعد السؤال يا حبيبي لمن فاته أي سؤال أي سؤال رقمي موجود رقمي موجود طيب البحوث السببية البحوث السببية انتبهوا انتبهوا علي أنا أنا مثلا أجمعت جمعت معلومات معلومات هل هذه الدورة مرتبطة بالدورة السابقة أوكي لا يعني طيب ببعت الكونية ببعت هلأ بكتب الكونية في نهاية الدورة تسكرم معكم حاض حاض هذه الدورة ليست يعني ليست مرتبطة عضويا يعني يعني ليست شرطا مثلا لكن في بعض المفاهيم إن أردتم مثلا الرجوع إليها مثلا ما هو بل لكن سنشرحها أيضا يعني الحاجات والمنافع سنعود إليها بالتفصيل ما تشيلوها أبدا تمام أعيد مثلا متابعتها مثلا على اليوتيوب إن شاء الله بإمكان الله سبحانه وتعالى ستجسات يعني يعني وإذا في أي شيء إضافي مشرح لكم يا أوليهم تمام بعد أن استطلعت مثلا وعملت استطلاعا وعملت مراقبة كاملة جمعت المعلومات مثلا وجدت مثلا مثلا أن الناس أن الناس يفضلون استخدام الفوكالاتة صباحا مع القهوة تحديدا ماذا أفعل ما هي الخطوة التي ما هو البحث الذي يبنى على هذه الأبحاث بدي أعرف ليش علم التسويق بجماله أو البحوث بشكل عام بعامة يجب أن تجاوب على الأسئلة كم ومن ولمن وماذا وكيف وماذا إذا تمام وأين كل هذه الأسئلة أريد أن أجاوب عليها لأبني خطة متكاملة بالمناسبة في كل المجالات في كل المجالات ليس في التسويقي يعني ليس ليس حصلا في التسويقي في كل المجالات العلمية تمام هذه البحوث هي لإيجاد علاقة سببية بين متغيرين كأن يكون هناك مثلا مثلا زيادة في حجم المبيعات نتيجة التغير شكل المنتج أو تحسين جودته وقد يكون هناك أحيانا أكثر من سبب واحد تمام إذن هذا النوع من البحوث يقوم على معرفة العلاقة السبببية بين المتغيرات طيب إذا إذا أردنا مثلا أن يعني نعصف ذهنيا ما هي الأسئلة التي أضعها تحديدا التي تشغل بالي ومالي في البحوث السببية ما هي من يستطيع من يدخل إلى جواب يلا أسمعونا دراسة فوائد الشوكولات لا كلا هل تمشي إجازة ثغرة لا 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 يا أستاذ لا يا أستاذي ليس ليس لا أبدا أبدا في خصوصية اجتماعية نعم لكن في النهاية في النهاية الإنسان واحد سأجاوب على الأستاذ بشكل عام الحاجات هناك حاجات متقاطعة لدى كل الناس يعني الحاجة إلى الإشباع موجودة عند كل الناس لكن مثلا مثلا قد يكون أعطيك مثالا في الطعام في الطعام إذا ذهبت لتسوق مثلا أكلة أو مثلا معلبات أو مثلا محتويات للأستاذ الكريم من تونس سأجيب على سؤالك إذا فرضنا أني الفطير المشلتت الفطير المشلتت الإخوان من مصر على فكرة أنا أعشق هذا المنتج رائع صحي لا أستطيع مقاومة تمام يا أستاذنا الفطير المشلتت هل تستطيع أن تسوقه مثلا إذا فرضنا أن لديك عينة مثلا من مليون مستهلك محتمل في الريف التونسي معايا أستاذي لديك مثلا مثلا مليون مستهلك محتمل في الريف التونسي ولديك مليون مستهلك محتمل في المدينة أو المناطق العمرانية المتطورة برأيك برأيك من هم المستهلكون الأكثر لك مثلا للفطير المشلتت لأنه متناول الجميع فالسعر ليس لاعبا هنا ما هو الريف الأستاذ الكريم من تونس أستاذ طلال أجبت على سؤالك حبيبنا الريف الريف تمام لذلك هناك أمور متقاطعة ما هي الأمور متقاطعة بين ريفكم الكريم ومدينتكم الكريمة مثلا يعني المناطق العمرانية هي الاثنين يحبون الحلوى أو التحلي بعد العشاء مثلا بعد بحث أجريته أو الغالبية يحب يتحلى بعد الغداء كل على حسب مقدرته لكن هناك موضوع خاص في الثقافة الغذائية الفطير للمشلت يحتوي الكثير من السمن جوعتوني الله يسامحكم ضروري هذا السؤال يا أستاذ الكريم ضروري زواتون تمام نعم نعم على فكرة خبزة النور خفيف يا حبيبي خبزة النور خفيف ما أجمله أجبت على سؤالك أستاذي تمام تمام الآن حتى لا نضع العجلات في الدول آخر قرار يا أستاذ يا أستاذ ياسر آخر قرار هو أن أدخل منتجي أم أتراجع عنه لكن القرار الأول أين يوجد مستهلكية هذا هو القرار الذي أخذه أولا يا أستاذ ياسر تمام أين يوجد أو يتركز مستهلكية الأساس إذا صح التعبير باللغة العربية تمام طيب السؤال الذي يطرح نفسه الآن أي نوع من هذه البحوث هو الأفضل ماذا للاستخدام يا عم طفشتنا بحوث نسبية وسببية وعلالية عم أدخل بالموضوع أي شو هو أين هو أفضل شيء أين هو أفضل شيء ندخلوا إلى الأسلوب أساليب المنهج العلمي في البحث أنت ليه كده عدت السؤال ما قوبتوش أنا عايزكم ما هو أفضل طريقة للبحث يلا هل هناك جهت يلا أريد هذا الجواب ما هو نعم يلا الأستاذ محمد بكور يقول البحوث السببية يلا من يقول من يدخل يلا يلا الجواب بقني يلا الجواب بوسي والله يلا يلا الأستاذ محمد بكور يقول البحوث السببية هي أهم يلا حتى من عديها شو يعني حسب المونتج جميل يلا أريد أراء الاستطلاع ما هي البحوث الآن أخذنا الوصفية والاستطلاعية والسببية ما هو أهم ما هو أفضل البحوث لحتى مثلا أنا أنتج بحثة متكاملة أوكي أوكي حسب 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 نوع أوكي تمام طيب الجواب كلها مع بعضها كلها مع بعضها كلها مع بعضها طيب مثال أعطيكم مثال بسيط أحيانا أحيانا والأخوة الأكاديميون يعرفون هذا الأمر جيدا أحيانا كثيرا هناك بحث مثلا بشكل عام كلهم كلهم مع بعض يعني أنا أجري البحوث بشكل متوازي ليش مع بعض بشكل عام هناك بحث قد تدفع سعره مائة ألف دولار ما تستغبوا من هاي الأرقام أوكي في الدول التي تحترم نفسها تدفع للشركات هذه المبالغ تمام هناك مثلا هناك يعني بحث تشتريه بمائة ألف دولار وهناك بحث تشتريه بعشت ألف دولار ما هو الفرق بينهما البحث الذي تشتريه بعشت ألف دولار يبحث استطاعيا ويبحث وصفيا ويبحث سببيا ثم يزيل الذي المتضاربات يعني البحث هو بحث يعني مثلا تخيل أنك تخيل أنك أجريت بحثا استطاعيا ووجدت جوابا على سؤالك أو فرضيتك تمام وجدت وجدت سؤالا أو جوابا على فرضيتك بحثا استطاعيا وأجريت بحثا وصفيا فوجدت جوابا مختلفا عن الإجابة التي أعطاها لك أو كم الإجابات أو نسبة الإجابات التي أدى إليها بحثك الاستطاعي ما رأيكم بهذا الموضوع ما رأيكم بهذا الموضوع هل أنحي العامل أم أعيد البحث لأنه عادة البحث مكلف البحث مكلف فهل أعيد هل أعيد مثلا بحث بحث السؤال أو جواب البحث البحث عن الفرضية عن دقة الفرضية التي فرضتها بالاستطلاعين أم أنحي 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 النتيجة أعيد البحث أعيد البحث أعيد البحث حسنتم لذلك البحوث التي يعني عادة عادة يعني سنأخذها بعوامل الإقناع بالإقناع الوسائل المقنعة تدعم بعضها بعضا الوسائل المقنعة تدعم بعضها بعضا وسنأخذها أيضا في مهارات الحوار سنأخذها في نفس الدورة هذه مهارات الحوار والإقناع الفرق بينك إن جهزت نفسك كمحاور محترك وبين غيرك أن غيرك جمع الدلائل من باب واحد وأنت جمعت الدلائل من عدة أبواب فإذا تصادمتم يا عم تدخلني بضرب الكراسي أنا آسف إذا تحاورتم يعني تلاقيتم إذا تلاقيتم مثلا وكان هناك مشاهد في الخارج سيلتزم رأيك دونا عن رأي المقابل حتما لماذا لأنه كما التسويق إذا أنا حاوضت المستهلك ثلاثمائة وستون درجة فأنا أضيع فكرتي ثلاثمائة وستون درجة للفردي المستمع تمام إذا أعيد البحث أعيد البحث أعيد البحث يعني إذا أثر بسلايد أنا بزبط الكون أوكي إذا أثر بسلايد أنا بزبط الكون يا تمام يالا أساليب المنهج العلمي المنهج العلمي في البحث يعني ما عليك سنتتعمقوا يا شباب المايكات يا أحباب يا شباب مايكات يا شباب المايكات ما بدي تطفي المايكات من عندي المايكات كتموا المايكات رجاء المايكات وقفوها يا شباب مايكات وقفوها مايكات لو سمحتوا المايكات أنا آسف سأضطروا أنه طيب الصوت واضح عندكم لسه الصوت واضح صوتي واضح الآن صوتي واضح يا أحباب الآن صوتي واضح أحبابي طيب انتبهوا يا جماعة الخير انتبهوا مشان الجميع استفيد طيب الأساليب المهج العلمي في البحث الأسلوب الاستنباطي الأسلوب الاستنباطي يبدأ فيه الباحث بعموميات ماذا؟ يبدأ الباحث بعموميات وينتهي إلى جزئيات اتبعوا على هذا الاسلوب ابدأوا بعموميات وانتهي الى جزئيات مثلا دراسة مدى تفضيل المستهلك لسلعة معينة من واقع تفضيله لسلعة مباشرة صعب من يعطيني مثال من يعطيني مثال يلا من يعطيني مثال من يعطيني مثال الاسلوب الاستنباطي يبدأ فيه الباحث بعموميات وينتهي الى جزئيات مثلا دراسة مدى تفضيل المستهلك لسلعة معينة من واقع تفضيله لسلعة مباشرة من يعطيني مثال يلا سأعيد الاساليب المنهج العلمي في البحث اولا الاسلوب الاستنباطي يبدأ فيه الباحث بعموميات وينتهي الى جزئيات مثلا دراسة تفضيل المستهلك لسلعة معينة من واقع تفضيله لسلعة مباشرة يلا قبل ما نشرح من 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 اهل اللغة تفضيل شخص موبايل سامسونج قدل على انه سوف يشتري موبايل ممكن يبدأ بمادة الشوكولاتة وينتهي بالجالاكسي مور سبيسيفيك احسان يحب البسكويت ويفضل مكان ما نوع اوكي يا السلام جوعتوني والله حرام عليكم يا جماعة يا الله سمي المشهداني احسنتم الاسلوب الاستقرائي يبدأ الفائل باحث به بجزئيات ويبحث عن عموميات مثلا دراسة بعض الظواهر او المشاهدات ثم استنتاج بعض القواعد العامة يعني مثلا مثلا هون مثلا سأستخدم المثل كل امثلاتكم صحيحة لكن مثلا هناك الناس الناس يحبون بشكل عام من الشوكولاتة لكن وجدوا ان هناك صفات خاصة بالجالاكسي ساعدوني مشان تواصل مع جالاكسي اخد ديسبتين عمش والله ما بعمل لهم دعاية انا ما هيك يا احبابي والله ما بعمل لهم دعاية انا لجالاكسي ما بطلع لي شوية مصاري عمش ها هذه ماذا تسمى اسلوب استنباطي طيب اسلوب استقرائي ما هي الناس كثيرون ما يأكلون الجالاكسي وهي بالنسبة بشكل عام ماذا تمثلوا الشوكولاتة اذا الناس في قاعدة عامة يحبون الشوكولاتة نوع خاص من الحلويات اهمية الحلويات بالعمل في موسم الشتاء اوكي ينطلقوا من حب الناس للفطير المشلتت ويصنع الكروسان الفرنسي يا سلام ويحط عليه شوية أطر كده حرام عليكم يا سلام والله ما تغديت يا سلام سلام رائع جميل جميل يا جميلي برافو اوكي سنتو يلا اجينا انواع بحوث التسويقي من حيث الاطار العام الان هما دخلنا بالاطار العام هنا طبعا انا يعني يعني هذا الباب شمح دخاف بالامتحان ساء الاسئلة فيه عامة يعني ليست اسئلة تخصصية لانه انا اعرف انه هذا الموضوع موضوع اكاديمي بحث لكن بديكم تفهموا تدخلوا فيه بهذا الموضوع لانه هذا الموضوع بالمناسبة في العالم العربي والاسلامي لا ادري يمكن في تونس موجودة هذه الشركات كثيرة اذا كان يسمعني اخونا الحبيب من تونس في تونس لديكم شركات بحثية كثيرة اعتقد ان تونس متقدمة بهذا المجال تمام لكن بشكل عام في العالم العربي الشركات الخاصة بالبحوث قليلة جدا الى معدومة معدومة نعم في تونس متقدمة في هذا المجال تمام لكن بشكل عام بشكل عام في العالم العربي الشركات قليلة الى معدومة طبعا نسبة الى عدد الشركات الكبرى في هذا المجال يعني ان استطعتم فهم هذا المجال على فكرة يمثل دخل كبير جدا باقل التكاليف لانك ماذا تبيع في النهاية تبيع معلومات يحتاجها الجميع وسنشرح في عملية البيع كيف ان الشركة على اقل تقدير اذا كنت اريد مثلا ان اغطي منطقة كاسطنبول واصنع بحثا شخصيا فيك شركتي احتاج على اقل نعم شركات البحر احتاجه على اقل تقدير عشرين مندوب يفرول السوق بتاع اسطنبول كله عشرين مندوب كل واحد بياخد الفين دولار اربعون الف دولار ماذا اربعون الف دولار اذا وجدت شركة تعطيني تعطيني هذه المعلومات جاهزة بعشرة الاف دولار وكلفتها بجوز يعني بجوز الكلفة المجزأة مثلا على عدد البحوث المباعة او المراد وبيعوها لا تتجاوزوا بالنسبة لهذه الشركة الى الف دولار تمام فاشتري بتاع العشر تلاف دولار احط اربعين الف دولار استني المندوبين بدوعي يبصوا يروحوا يشوفوا المستهلكين ومن اللي حيبيع ومن اللي بيعوا المنافسين اللي بيبيعوا بالمنافس البيع وليه ده بيبيع اكتر وليه ده بيبيع اقل واذا انا عايز ادخل السوق من الكي الكي بيرسونز لا يا عم اجيب البحث الجاهز تمام هذا عمل مربح مربح جدا تمام مصبوط يا استاذ مازن كان هناك شركة تبيع المعلومات لست خلال لانه الوضع عنا الآن الله يكشف الغم هذا هو السبب لكن بالمناسبة الشركات يعني بزات شركات الشركات للمعلومات واعتقد يا شركة اردنية اخذ التلخيص في سوريا هذا المعلومة لستاذ مازن على فكرة انا اشتغلت في شركة بحوث في تسهل كثيرا عملية الانتشار نعم 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 اكسانكلي اكسانكلي لا لا بالعكس الحقوق الفكرية مضمونة مضمونة يعني طبعا بال ذكرونا يعني امسكوا وراء وقلم من آفة صعبة لأجلكم ليس لأجلي لنطالبكم بشيء لكن لأجلكم امسكوا وراء وقلم هناك معلومات بشكل عام من واقع خبرة الشركات سجلوها يعني سؤال رائع ماذا قال الأستاذ عبد الرازق سؤال كتير حلو قال لك لأن لا يوجد حقوق فكرية بشكل عام اوافق معك بالشركات تتخاف لكن هناك وسائل يا حبيبنا الشركات البحثية تأخذ عليها يعني من دستور الدولة أو من القانون العام تبع الدولة تأخذ حقوقها وإجراءات خاصة تخيل أنه مثلا يلزمون البحث بكود خاص أنه هذا البحث إذا خرج من كومبيوترك سيعلمون بالأمر ويغرموك بالآلاف الدولارات ولمن عمل في شركات الأدوية تحديدا الشركة أعتقد كانت شركة أردنية تبيع المعلومات للأستاذ مازن أو الأستاذ الحمد بكور إذا كنت تعلمون أو الأخوان اللي بحلب تحديدا أمي هو حلب مشهورة في هذا الموضوع تمام صاروا يضطروا أنه يعملوا أنه يبيعوا مثلا يبيعوا نسخ عن الأبحاث بعلم الشركة نتبهوا عطينا مثلا حتى نحن نطلع من باب السر مثلا إذا اللي من حضر الدولة الدورة الماضية قلنا أنه الشركات بتوع الساتيلايت ساتيلايت أو ريسيفر ريسيفر فجأة صحينا كده على خبر أنه يا عم ما عندكش أرتي تعال أنا عندي كارتة أفكر لك أنت شفير بالأرتي يا حبيب أرتي هي هي اللي اتفقت مع المصنع الأرتي هي اللي اتفقت على المصنع والديتو الكود والفريكونسي عشان تشتغل الشريحة دي اللي أنت دفعت سعرها للصينيين مئة جنيه أو مئة ريال أو مئة فرانك بس تأكد أنه الأرتي أو شبيهتها عشان ما نتكلف شبيهتها من الشركات أخذ من المصنع الصيني ستين في المئة تمام فماذا فعلت فبعلم هذه الشركة باعوا نسخا يعني بدل ما أدفع أنا مثلا خمس تلاف دولار يا عم يلا نسرب نسرب البحث ده لكن مقابل مثلا الفين وثلتالف دولار لكن بشكل عام البحوث لها طرق في الحفظ إنك إذا اشتريت بحتا علم بطريقة أو بأخرى أن شركة أخرى لم تكفع لي أنا صاحب البحث لكن اشترت البحث من السوق السوداء فأقاضيهم والمقاضاء على مستوى مثلا ولاة المتحدة الأمريكية وألمانيا تحديدا أو فرنسا بدان الاقتصادية الكبيرة تصل إلى ملايين الدولارات لكن أنا أوافق أن لا يوجد فكرية أوافق نعم يعني الخلل في تطبيق القانون نحس طيب من حيث الإطار العام بحوث استكشافية بحوث وصفية وبحوث تجريبية الآن نتكلم من حيث الإطار العام البحوث الإستطلاعية أيضا سنعود أيضا لكن الآن في شرح يعني أكثر حتى ندخل نحن في هذا المجال لأن برأيي أنا مجال مهم يعني من يستطيع تعميمه في العالم العربي رائع يعني له توسعات كبيرة جدا يعني يبدأ ممكن يبدأ بالتسويق لأنه نحن نعرف أن الحاجة المالية حاجة مؤلمة الخسارة المالية هي خسارة مؤلمة جدا لذلك إن استطعت أن مثلا أجعل انطباعا مؤثرا عند الشركات وأصحاب الأموال والأموال والمال والسياسة تمام فيمكن أن ينشأ عنها مثلا مشاريع أخرى لها علاقة بالبحث العلمي فأنا أجد أنه هذه لمن استطيع تبنيها سيكون أدى عملا رائعا لبلاده أو وطني يستخدم هذا النوع من البحوث في استكشاف ظاهرة معينة أو تحديد أبعاد ومسببات مشكلة غير محددة مثلا ظاهرة خفاض مبيعات منتج معينة معينة ينتهي البحث الاستكشافي بتحديد مسببات المشكلة وصياغ فرضيات ممكنة حول هذه المسببات واستبعاد الفروض غير المحتملة انتبهوا عليّي الآن الآن دخلت السبببية بطريقة أو بأخرى لكن السببب ليس أساس السبب ليس أساس ما هو حتى لمن يريد أن يعرف الفرق ما هو الفرق لماذا أنا في البحوث الاستطلاعية دخلت الأسباب ماذا أعني الأسباب موجودة في كل أنواع البحوث لكن هنا الأساس هو الاستطلاع التغطية الكاملة والأسباب من ضمن البحث لمن يريد الفرق تمام أحسنت برابو أحسنت لأن الذي يهمنا هو الاستطلاع برابو عليك أحسنت بقوة البحوث الوصفية هذا البحوث يستخدم في تجميع البيانات الخاصة بظاهرة أو مشكلة معينة وبعض وبعض التصرفات السلوكية التسويقية في الماضي والحاضر والمتوقع منها في المستقبل تبهوا علي سأعيد يستخدم هذا النوع من البحوث في تجميع البيانات الخاصة بظاهرة أو مشكلة معينة وبعض التصرفات السلوكية حط تحت عشر خط في الماضي والحاضر والمستقبل أو المتوقع من السلوك من الناس أو المستهلكين المحتملين في المستقبل بهدف ماذا توصيف المشكلة يلا سأسأل سؤال لمن أخذ دورات لا علاقة بمهارات حل المشكلات ما هو أهم جزء في حل المشكلة من حضر دورات لا علاقة بفن حل المشكلات يلا من يجاوب الله برافو علي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أحسنتم أحسنتم التشخيص 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 تماما الشعور الشعور هو إجباري طبعا هو الذي يدفعك لحل المشكلة تمام لكن أريد لا وصف المشكلة ما هي المشكلة ما هي المشكلة تمام يعني حتى حتى في علوم مثلا في علوم فك النزاعات ما هي المشكلة ولو أن أعطينا معلومات لكنها في النهاية كلها تساعدنا في التخطيص بشكل عام الاجتماعي التسويقي إذا صح التعبير في حل النزاعات يجب أن أعرف تحديداً تراتوبية المشكلات من ناحية عظمها يعني أريد أن أوسن ما هي المشكلة بشكل عام ما هي المشكلة الرئيسية التي إن حللتها بدأت المشكلات الثانية الفرعية تتحلل وتتكسر اتباعاً فيحصل الوفاق أليس كذلك أليس هذا ما يعلم في النزاعات إذن هناك ما هو شو هون بدي أعمل بدي أوصف المشكلة يا عمي إيه المشكلة الأساسية الموجودة في طبائع الناس اللي خلت متجي يؤح تمام قد لكون لا توجد ليست موجودة في طبائع الناس قد يكون هناك منتج يتدحرج حب حب ليستخب ويتمسكن حتى يتمكن عام ما عايز أعرف تمام وصف المشكلة إذن هي تقدم توصيط لكل المتغيرات التي تؤثر في النشاط التسويقي بشكل عام تعد البحوث الوصفية مرحلة مكملة انتبهوا عليكم هذا طبعاً تكمل للجواب الذي أجبناه تعد البحوث الوصفية مرحلة ماذا مكملة ولاحقة للبحوث الاستطاعية أستطلع وأبحث وأبحر في المجتمع لأرى ما ما هي أو أو كيف يفكر الناس كيف يتصرف الناس كيف مثلاً ما هي الأمور التي تدفع الناس مثلاً ليكرهوا منتجاً معيناً تمام أجمع كل شيء تمام ثم أضع استطلاعاتي ثم أصف المشكلة الأساسية يعني أضع الأسباب الأساسية التي علي مثلاً أن أوجه إليها أدواتي قلنا التسويقية العلاقة بين ألوات أكساكلي أنا أشكرك على هذا التعبير الرائع أشكرك على هذا التعبير الرائع جداً العلاقة ماذا تدرس يا أستاذي ماذا تدرس ما شاء الله جميل تعبيرك رائع أنت عملت في المجال البحثي ما شاء الله ما شاء الله ماذا يقول الأستاذ يقول أن العلاقة بين الألواع الثلاث من البحوث هي علاقة جدلية سببية نعم 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 نستطيع أن نقول يؤيد بعضها بعضاً والبحث المتكامل يجب أن يراعي كل هذه البحوث بشكل عام والجدلية فيها أحياناً أحياناً على حسب نوع السوق قد أتجاوز أو أقفز إلى يعني من بحث من بحث إلى آخر يعني التراتوبية كمان ليست دائماً بهذه التراتوبية بالمناسبة ليست دائماً بهذه التراتوبية لكن الغالب الغالب نعم نعم وجود الأولى يقضي وجود الثاني والثالثة برابو محسن محسن وهكذا يصبح يصبح لبحث قيمة مطلقة بهذه الطريقة جميل جداً أخذت وقتاً في التعليق لأنه رائع بهذه الطريقة يا أستاذي أعبابي أسياتذتي وأستاذاتي بهذه الطريقة يكون لدي بحث متكامل بالمطلق إن راعت الثلاثة جوانب أو ثلاثة بحوث شكراً لك جزيلاً إذن هي تقدم توصيفاً لكل المتغيرات التي تؤثر في النشاط التسويقي بشكل عام تعد البحوث الوصفية مرحلة مكملة ولاحقة للبحوث الاستطاعية ليه بتنطنط يا عم في حاجة نططتها قبل كده لا استنى رحبك استنى أنت رايح فين آه لا صح أنا ما بحبش الحركة دي بس يال 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 تعتمد على إمكانية التحكم في الظروف والعوامل المؤثرة في الموقف البحوث التجريبية تعتمد على إمكانية التحكم في الظروف والعوامل المؤثرة في الموقف قد يكون الموقف الشرائي ها؟ تمام؟ قد يكون الموقف الشرائي مثلاً تمام؟ أوكي مثلاً مثل إيش؟ دراسة مدى تأثير غلاف المبيعات مبيعات منتج معين يعني أنا أجرب بشكل عام حتى نفهم هذا الموضوع أنا أجرد قبل أن يعني مثلا قد أدخل في البحوث التجربية وفي المناسبة مثل ما قال أستاذ أستاذ طلال ماذا قال؟ قال أنها مكملة لبعضها وجود أحدها يعني وجود الآخرين مثلا قد أنا أن أبني الاستطلاع العام على تجربة مثل ما يقال عندنا عندنا أعتقد في كل الدول العربية ماذا أرمي؟ ماذا أرمي؟ يلا من يقرأوا أفكاري؟ يا جماعة من يقرأوا أفكاري؟ أرمي ماذا؟ أرمي ماذا طعم؟ يلا أرمي ماذا؟ التجربية أجربوا أجربوا أحسنت لماذا تصيب فريسة؟ براهبو طعم الله 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 الفرسان الصيادين الله حيكم رابو أرمي طعمان أجدوا فرائسة أرى كيف يتصرف الناس بطريقة أو بأخرى تمام؟ دراسة مدى تأثير غلاف على مبيعات منتج ودراسة مدى تأثير سعر على مثلاً على مبيعات منتج وقد أستفيد طبعاً أستفيد من الخبرات الآخرين لكن قد أجرب مثلاً يعني أنا يعني طبعاً أنا أتكلم بمعنى الكبير للمبحوث التجربية قد أجرب تمام؟ لكن قد أدرس مثلاً بشكل عام وأنا أدرس تجربة يعني أشكرك أنا أحب اللغة العربية لا أدعي الإبداع فيها لكن أحبها جداً يعني قد ماذا؟ قد أجرب أو أمارس التجربة أو ماذا أدرسه أو أدرسه تجربة أنا أخاف من النحويين يعني أنا أخاف من النحويين ولا أحب أن ألحن باللغة تمام؟ يعني قد أجرب قد أجرب يعني بحثي قائم على التجربة أو أدرس تجربة مثل ما قال الأستاذ الكريم مثل ما قال أحد الأساتذة هنا تمام طولنا عمرك حبيبي طيب دراسة مدى تأثير حملة إعلانية أو عرض الترويجي على مبيعات منتج ما طبعاً يعني أنا أمير بشكل عام بشكل عام يعني إذا التوصيات العامة طبعاً مو أنا مو أنا لكن بشكل عام التدريب في الشركات ماذا نقول؟ طبعاً أنا أؤيد الرأي الذي يقول أنه أدرس تجربة الشركة الفلانية أدرس بالمثلاً أدرس تجربة الوزارة الفلانية أدرس تجربة الحزب الفلاني ماذا فعل ماذا حصل وأبني طباعاً استطلاعاً ثم ماذا أربط الأسباب إذن هذا يؤدي إلى هذا إذن سأتبع هذا وأنبذ ذاك مفهوم يا شباب؟ مفهوم يا شابات ويا شباب كلكم ها؟ تمام؟ تمام سنعود أيضاً لكن الآن نتكلم يعني نعالج بحوث التسويق من عدة اتجاهات يعني جاءنا من حيث النمط العام جاءنا من حيث السلع المعينة أو من جانب التسويقي البحث أو الأدوات التسويقية تمام؟ جاء الآن نتكلم من حيث الهدف هناك بحوث أولية وهناك بحوث متعمقة هذا الباق تحديداً يعني هذا تطلعوا عليه لكن لن أركز عليه في الامتحام تمام؟ لكن بهمني اللي بدي يطور في المجال التسويق أنه هذا الموضوع يعني أرجو أنه تطلعوا عليه الأشكال الأشكال هنا في خصوصية التجربة نعم، 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 أحسنت، أوافق هي البحوث التي، البحوث الأولية هي البحوث التي تقوم على تحديد المشكلة، على تحديد المشكلة المطلوب دراستها بشكل محدد ومبدئي، أو وضع افتراضات أولية عن أسباب المشكلة يمكن تغفير هذه البيانات من مصادرة داخلية أو مصادرة بشكل عام خارجية طيب، خطوات إعداد البحوث التسويقية طبعاً هذا يعني أهدأ أطالبكم به، تمام؟ ما هي أولاً؟ تعريف المشكلة وما هي أهداف البحث قلنا أنه تعتبر تحديد المشكلة هي المرحلة الأولى في كل شيء بالمناسبة فك النزاعات في الوصول إلى، في التفاوض، في علوم التفاوض تمام؟ في الصفقات ما هي المشاكل الأساسية التي قد تحصل أو يعني مثلاً موجودة في رأس الشخص الذي أريد أن أبني معه صفقة معينة أريد أن أقنعه بكلامي، بعرضي، بأدواتي بالربح الربح المتبادل بالwin-win situation ولا الwin-win-win situation بالwin-win-win situation تمام؟ أنه لا يوجد أي مشكلة تخصك في تعاملك مع منتجي أو معي أو مع رأيي أو بالبقوف جانبي أو بمساعدتي تمام؟ إذن تحديد المشكلة هي المرحلة الأولى في نظام بحوث التسويق وهي من أهم المراحل فعندما تتحدد المشكلة بدقة يكون من السهل على إدارة التسويق تحديد الهداف أو الأهداف التي تسعى إلى الوصول إليها وبالتالي تحد يد الطرق أو البدائل التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه الأهداف والبيانات التي يحتاجها الباحث لمعالجة المشكلة الخطوط الثانية هي تطوير خطة البحث تطوير خطة البحث وهنا ماذا؟ ماذا نفعل هنا؟ يتم تطوير وتصميم خطة دقيقة وواضحة لجميع المعلومات اللازمة ويتم فيها أيضاً تحديد التكلفة لهذا البحث من أجور ولوازمة بتنفيذها مثل هاي مشان هيك قلنا عشان كده قلنا يا أحبابي عشان كده قلنا يا أحبابنا أنه في نهاية الأمر الغالب الشركات تشتري هذه البحث ماذا تفعل؟ غالبية الشركات تشتري هذه البحوث تمام؟ وبعض الشركات تتبعوها سجلوا هذه المعلومات قد تفيدكم تمام؟ بعض الشركات تشتري الصوت كده الصوت راح نخلص يا الله راح نخلص تكرم عينكم راح نخلص ولا يمكن راح نخلص كويس الصوت هيك؟ كويس يا شباب صوت هيك ممتاز؟ أوكي طيب يعني بعض الشركات هذه سجلوا المعلومات قد تفيدكم وتعرفوا مثلاً كيف مثلاً اللي يريد أن يتعامل في الجانب في الجانب الإداري يا أحباب بعض الشركات تشتري هذه البحوث ثم تدرب مندوبيها كيفية بيع المنتجات أو تسويقها تحديداً وبعض الشركات تعتمدوا تقولوا أني سأتبع أسلوب البحث الذاتي وأجعل مندوبية عن طريق التسويق المباشر سندرس التسويق المباشر بالتفاصيل طبعاً لأنه من النظام البيعي سأجعل مندوبية يحطرون لي كافة هذه المعلومات بالتواصل المباشر مع من؟ مع من؟ مع الزبائن المحتملين لتكون في النهاية لدي معلومات صلبة فأضرب أكثر من عصفور بحجر ما هو؟ بحجر بحجر واحد نعم 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 أحسنت رابو عليك تمام تمام رابو أوكي طيب فأضرب أكثر من عصفور بحجر واحد لكنها يعني أحياناً ليس كل الشركات قادرة على الصبر في مرحلة جمع المعلومات من طرفي لأنه قلنا أنه أنا أحياناً كمدينة كأسطنبول طبعاً الشركة التي تريد أن تدخل تركيا فينا قواعد يعني أنت على الأقل تختار مدينة مع محيطها لأن المنافسين حتى الله أكبر يا حبيبي أنا أستنى أن أنا أستنى أنا أستنى الشبل دايداً سير أسد يقول لي لا حبيبي أنا كسارك قبل ما تروح لأضنى وكسارك قبل ما تروح لأنقرة ها حبيبي خليك قاعد بأسطنبول في النهاية الشركات عندما تبدأ في دخول مثلاً سوق كبير مثل السوق التركي مثلاً مثل السوق سعودي مثلاً على سبيل المثال فإنها تضع مكاتبها الأساسية في مدينتين أو ثلاث يعني في النهاية هذا أمر ماذا مكلف لأني لا أغطيه بالمبيعات على الأقل يأخذ من شهرين إلى شهرين تمام قانونياً لأنه يتعلق بمعطلة شخصية مثلاً لا لا يا أستاذ يعني في طرق معينة قصدك على جمع المعلومات سؤال جيد طبعاً يسأل الأستاذ جمعوا المعلومات لا بالعكس في طرق معينة تجمع بها المعلومات بطريقة أنك إن أعطاك إياها منفذ البيع منفذ البيع يعلم أنك إن أدخلت منتجك إليه ستربحه تمام؟ يعني أنا لا أجمع المعلومات لفاً على منفذ البيع يعني لا أجمع المعلومات مباشرةً من منفذ يعني من أشخاص ليس لهم علاقة من منفذ البيع لا أجمع المعلومات تحديداً من منافذ البيع ومهارة المندوب وسؤال جيداً رائع كمان انتبهوا على هذه المداخلة مهارة المندوب تعتمد أنه حينما يسأل ويجمع المعلومات من منفذ البيع يوصل له بطريقة غير مباشرة أني أريد صالحك أني أريد صالحك طبعاً سنتوقف هنا لأن هناك معلومة لأن التسويق قلنا مرتبط بكل شيء بتسويق الأفكار بالمنتجات بالشخصية بالأحزاب بكل شيء تمام؟ المحاور الجيد عندما يسأل سؤالاً لا يجعل الشخص المقابل يظن أنك تستدرجه ماذا؟ تستدرجه بالذات إذا كان من أصحاب الشخصيات النرجسية يعني أنا لا أدخل نطاحاً لا أدخلوا بطاحاً تمام؟ صح أو لا؟ وهذه كأس الماء تفضل أحياناً أتكلم أفضل بطريقة أبو أخر تمام؟ ففي النهاية هناك طرق معينة احترافية احترافية أجعل الشخص الآخر يعطيني المعلومات لأنه يظن أنه إذا أعطاني إياها أنه إذا أعطاني إياها ماذا؟ ماذا؟ سيستفيد تمام؟ أوكي يا أحباب هل هناك سؤال؟ هل هناك سؤال فيما يختص بهذا؟ أحيانكم الله أهلاً وسهلاً بالأستاذ سامة زغلو نعم طريقة نعم نعم هناك طرق مدروسة نعم هناك طرق مدروسة معينة مثلاً أوجه بها أسئلتي وهذا باب يعني من ضمن الأبواب التي سندرسها سندمج بين طبقات الصوت بين النظر بين النظر بين الكلام بين الابتداء كيف تستدرجه من غير أن تؤذي هذا فن هذا فن لكن لكن نحن نحتاجه كثيراً جداً 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 يا أخواني يا أحبابي دائماً نقول دائماً نقول أنك حتى إن أردت استبدال منتجك بكاش عليك أن تبيع نفسك أولاً وفكرتك أولاً واحترامك أولاً وصوتك أولاً واهتمامك أولاً سماعك أولاً طريقة تعاملك أولاً دخلتك أولاً جلستك أولاً تمام؟ ستحصل على الفلوس ستجيب الفلوس تمامي يا أحبابي؟ الفلوس تجيب تمام؟ لكن أولاً أريد أن يحصل على الفلوس يجب أن يبيع نفسه وصوته وكلامه وواواواواوا وفي الإعادة إفادتهم حبيتكم كثير وماشاء الله عليكم رائع أنتوا رائعين جداً وماشاء الله على الخبرات رقمي سأكتبه الآن أحبابي تمام؟ سأكتبه رقمي هذا رقمي سأكتبه لكم مع المفتاح السعودي صفر تسعة تسعة ستة تنين سبعة تنين واحد واحد تلاتة تسعة تسعة تمام هذا رقمي أحباب أوكي؟ تمام؟ وصل الرقم؟ هذا رقمي واضح؟ يلا حياكم الله أنتم المشكورين بحضوركم الرائع وإن شاء الله سنتفاهم مع بعضنا بحيث أنه بالذات عندما ندخل إلى مهارات اللقاء والإلقاء سنحاول الله يعطيكم العافي جميعاً سنحاول أن نجعل على الأقل هناك حصة تفاعلية بالصوت تمام؟ هذا الرقم الرقم واضح عندكم يا أحباب صفر صفر آه أوكي صفر صفر تسعة 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 صفر صفر تسعة ستة ستة أوكي هذا الرقم صفر صفر سجلوا عنكم صفر صفر تسعة ستة ستة تنين سبعة تنين واحد واحد تلاثة تسعة أي مساعدة أي مساعدة أي مقابلة شخصية أي شيء تريدون بالذات اللي يريدون بناء مستقبلهم التواصل الخاص مفتوح مثلاً بتكون بتكون استشارات بتكون شو تعملوا تمام؟ بتكون مساعدات أنا أخوكم الصغير تمام يا أحبابي؟ دمتم جميعاً بألف خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر